اشتركوا في القناة 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 من راحة بال سلام سلام المسيح صليكون معكم دايما في بيوتكم مينما تكونوا يرافقكم وتكونوا انتم حاملين هالسلام لغيركم واشكركم على متابعتكم على التعليقات على التشجيع وعلى الأسئلة هالفقرات هاي معمولة عشان نتشارك مع بعض ما نكونش بس شخص متلقي وشخص مرسل وشخص مستقبل لكن كلنا نكون مع بعض مجموعين حول مائدة الرب مجموعين رافعين اسمه القدوس لو في تعليم لو في ترنيم لو في تأمل أي شيء يكون هو الممجد في الوسط في كل شيء تشارك معنا تشاركي معنا اليوم في أسئلتك تعليقاتك اللي بيحط الرب على قلبك أنت جزء من هالخدمة وهالخدمة بدونك ناقصة وبدونك أنتم عارفين قناة الحياة بداية تعتمد على مشاركة المشاهدين وعلى أن نكون عمليين فيما نعطي المشاهدين مش لنعبي الوقت ولا نضيع وقت الناس لكن يستثمر كل لحظة من حياتنا يمجد اسمه القدوس فيها في كل شيء في كل شيء يعمل له وحده كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين آمين بشكر رب كتير على أنه بيسمح لنا نوجد في محضره على أنه بيباركنا كتير في كل بركة روحية في السماويات وبرضه في الأرضيات وبيعطينا بركات بيبعث لنا أشخاص مباركين زي ما حضرتكم عارفين في هالفقرة هاي يوم الخميس دايما بيكون مع ضيف مميز مميز بمعاملات الرب معه مميز بخدمته مميز بأنا شفت كيف بتعلم منه من المسيح اللي فيه مبسوط ومتبارك اليوم أسأرحب مع حضراتكم بحضرة الأسيس المبارك الأسيس عصام نزال حضرة الأسيس سلام المسيح الرب معك حبيبي أخ ناصر والرب يباركك ويباركك البرنامج ويستخدمك دائما ويستخدمها القناة المجلس من المسيح حتى جميع يعرفوا يسوع أمين وحتى اللي يعرف يسوع يشهد عن يسوع والرب يباركك حبيبي ويبارك حياتك وأنا للشرف كون معكم والشرف أني أخدم الرب الشيء يعطاني يا الرب أني أدبه للآخرين حتى جميع يعرفوا يسوع الإله العظيم المخلص أمين أمين مبارك اسمه مبارك اسمه بشكر رب كتير على حياتك العملية اللي أشكر يشكر رب أشوفك منها بشوفك فيها بتعلم بتعلم منك شيء جديد من المسيح اللي فيك وليه في قلبك بشوف محبتك أنت وزوجتك والكنيسة وخدمتهم وصدق يعني صدق حب يسوع ببين للناس وهذا بل تمسو في حضرتك دائما في الخدمة معك مش عشان أجامل وأقول كلام لكن الله يشهد أنه أنت شخص مبارك مؤثر جدا في أنا شخصيا وفي رعيتك والناس كلها بتحبك وبتتعلم منك وبشكرك على أنك عطيتنا من وقتك اليوم شكرا لك يا حبيبي واشكر رب إذا فينا أي شيء يصدقني هذا مش تواضع لكن هذه حقيقة هو من الرب لأنه نحن الإنسان ما عنده لما يقول الحقيقة فكروا أنه عم تواضع بس نحن عم نحكي الحقيقة يوجد شخص واحد تواضع أخلى نفسه وآخذ نصورة عبد أتى لعالمنا ودفعت ثمن عنا هو الرب يسوع المسيح مبارك اسم الرب ربي باركك وبشكرك لأجل محبتك وبشكرك لأجل كلامك يا خناص أمين الله يباركك ويكمل معك بالبركة وبشكرك على عنوان اليوم اللي هو أنت اخترت غايتي وهدفي طب يا ترى إحنا يعني كل إنسان عنده أهداف وإحنا متعودين من من أيام الصغر في بلادنا إما منشوف مباريات كرة القدم وأهم شيء اللعبة كلها مش مهم شو بيصير مين بيقع مين بيقوم مين بيقوم فهل يترى في الحياة نفس الشيء هل أنا محتاج إني أعرف هدف في حياتي هل شيء ضروري هذا يكون عندي هو أخ ناصر نحنا إذا بنسأل أنفسنا ليش بنحتاج للهدف والغاية في حياتنا لماذا نحتاج إلى الهدف يمكن لعدة أمور خليني أحكيها ولو باختصار قبل ما ندخل شو يهدفي وغاية أول شيء أول أمر معرفة الهدف تعطي لحياتنا معنا يعني أنه أعظم مأساة في الحياة مش الموت صدقني مش الموت لكن الحياة بدون هدف بدون هدف لن يكون للحياة معنا يعني منعيش منتخبط ما منعرف الطريق ما منعرف إلى أين نصل ما منعرف نحن وين ولا هدف حقيقي ويفيد الإنسان بدون الله إذن هدفنا هو الله قبل كل شيء أيوب قال بالإصحاح السابع أيامي أسرع من الوشيع وتنتهي بغي الرجاء شفنا شو صاب أيوب وألام وخسر كل شيء خسر غنمه وبقاره كل ممتلكاته خسر أولاده حتى اللي ضلله زوجته وأصحابه كأنه لو يعني كان وجودهم خسارة لكن ما كان يعرف لكن هناك رجاء هذا الأمر يمكن نحن مرات ما منقدر نقدره لكن لما نعرف المعرفة الهدف تعطي لحياتنا معنا إلى أين سنصل الأمر الثاني معرفة الهدف تثبت قراراتنا بدون هدف واضح لا يوجد أساس نبني عليه القرار إذا ما عنا هدف وجود هدف يعطينا مقياس لتقييم حياتنا والأهم أنه يحقق مقاصد الله الحياة بهدف تقود لأسلوب أكثر بساطة وجدول مواعيد أكثر تعقلا أشياء يقول ذو الرأي الممكن تحفظه سالما معرفة الهدف أيضا رقم ثلاثة تجعل حياتنا أكثر تركيزا وتأثيرا والتركيز يعطينا أن نكون أكثر تأثير لا يوجد شيء بمثل فعالية الحياة المركزة التي تعاش لهدف نركز بهدف منعيش ومننصل ويكون واضح هدفنا لأنفسنا أولا للآخرين الرسول بولوس كان سره يكمن في خدمته في الحياة المركزة قال أنا نسيت كل شيء بيقول بفليب بثلاثة أفعل شيئا واحدا إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض لأجل جعال الدعوة الله العليا في المسيح يسوع نسيت كل شيء صار عندي هدف واضح لأنه أسمى هدف لأنه أعرف به أين أصل وماذا يجب أن أعمل بس أنا بقول كمان فكرة وأنا عم بحكي الأمور تجي فكرة على قلبي إذا في شخص عم يسمع وبعده مش بحدد هدفه أرجو بإسم المسيح ليفوتك لبعد في مجال حدد هدفه تعال وأعرف الهدف الصحيحي الذي يفيدك مش ليوم ويومين وسنة وسنتين إلى الأبد وأيضا رقم أربعة معرفة الهدف تحفز حياتنا يعني الهدف يخلي في عنا يمتج شغف بمدنة بالطاقة والعمل الخالي من الهدف أي عمل يخلو من الهدف يستنفذ قوتنا ويسرق فرحنا يعني أي عمل بتروح عليه وإنت منك مبسوط ياما في ناس أشخاص بروح العمل عملهم اليومي ومش مبسوطين بهالشركة وبالشغل بروح كأنه مش فرحان بروح كأنه تعيز كأنه مددايق لكن لما أعرف هدفي وعملي وفكرتي أنا إلى أين سأصل بيكون عندي فرح وقوة نحن بسراحة بقولها نحن لم نوضع على الأرض لفترة لحتى فيما بعد يتذكرنا أحد أو يتذكرنا الناس لكن وضعنا لنتأهل إلى الأبدية مثل بقولت حضرتك أخ ناصر ألأ بيعملوا مباريات بيتدربوا بيلعبوا رياضة بيأكلوا أكل صحي وبيصدعوا لكي يصلوا إلى الهدف والهدف أنه يربحوا ويكون الكأس بإيدهم الجامعة قال بصاحة التالت جعل الأبدية في قلبهم يعني نحن خلقنا مش ليوم ويومين لنعيش للأبد العيش بكل وضوح بقولها لتحقيق ميراث أرضي هدف لكنه قصير المدى وباهد ما له طعمة لأنه بدين تهي مع السنين سنة سنتين مئة سنة بدين تهي لكن الاستخدام للوقت لوقتي على هذه الأرض بكل حكمة هو بناء ميراث أبدي لأنني سأكون مع الله إلى الأبد نحن خلقنا من الله ولأجل الله والحياة بدون الله لا معنى لها أنا لألي ولألك ولكل من يؤمن لكن أنا أخبر جميع الناس لا معنى لها إن لم تعرف حياتك من خلال الله إلى أين ستصل وشو هي النهاية نحن خلقنا لنعيش إلى الأبد الإنسان سقط وعندما سقط طرد لكن الله لأنه خلقه لا يعيش الأبد هيا له حل والحل بأن الرب يسوع المسيح أتى وتجسد وذهب إلى الصليب مات وقام على فكرة بس أنا بحب أقول هذا الموضوع أنه لو الرب يسوع المسيح وهو إله عظيم لو لم يذهب إلى الصليب لم يخلص أحد لكنه في ذهاب إلى الصليب وكالله أرضى العدل الإلهي بأنه دفع الثماني وعن الإنسان كإنسان ناب عن الإنسان وأعطى الله حقه لأن الله مثل ما هو عنده رحمة مثل ما هو عنده محبة هو عنده عدل وفي كل شيء مية في المية عدله ومحبة ورحمته من أجل هذا أحبائي بموته وقيامته لما نؤمن نأتي للمسيح وانتوب ونعترف أن ما صنعه الرب يسوع هو من أجلنا لكي يكون لنا حياة أبدية تكون لنا معه حياة إلى الأبد على فكرة أخ ناصر أبل ما خلصها الفكرة الحياة الأبدية لجميع الناس ما أحد يتفاجأ لجميع الناس الناس الذين بيضوا ثيابهم بذن الحمل والرب يسوع المسيح مخلصهم الشخصي وأتوا إلى الرب لهم حياة أبدية مع المسيح والأشخاص الآخرين اللي ما آمنوا بالمسيح لهم حياة أبدية لكن في الجحيم نار وموت ودود وألام وضيقات الرب يعطينا نعمة أنه نحدد الهدف ونعرف أولا لما نحدد الهدف ونعرف نحدد الهدف أكثر ونثبت ونعيش للرب أنتوا أخ ناصر أنا بس بدي أقول الكلمة قبل معطيك الكلام تكلمتوا عن لماذا المسيح وكان نعم لماذا المسيح وكلمتوا عن الخوف الخوف المرضي والخوف المقدس عندما أخاف خوف مقدس وأعرف أنني أنا تائف في هذا العالم وأعرف المسيح المخلص الإله العظيم أصل للغاية والهدف من خلال شخص الرب يسوع المسيح إلهنا عظيم وهدفه أن تكون له علاقة معنا ويشرفنا أنه نعيش معه ويكون إليه علاقة معه آمين آمين مبارك اسمه وهذا السبب اللي أنت ذكرته حضرتك هو اللي نعمل علشانا هو اللي يدعونا إلى أن نسبح مش منسبح لواجب منسبح تلقائيا وأنه عايشين حياة فيها وهب لنا خلاص نعمل كل إشي عشاني وعشانك وعشان البعيدين اللي بيسمعوني اليوم زي ما تفضل حضرة الأسيس أنه مش لمسيحيين كل إنسان بيعطي قلبه ليسوع ويصبح من شعب الله يعيش ليسوع يصبح من شعب الله العود الكتاب بتصير إله فما إله إلا يرفع يرفع البفوء ويسبح ويقول له وسبحك يا من تستحق كل المسيح تعالوا المسجد اسمه القدوس إلهنا العظيم تسبحك يا من تستحق كل التسبيح تسبحك يا من وأمدحك يا من لأجلك وجد المدي وسبحك يا من تستحق كل التسبيح وحدك يا رب وأمدحك يا من لأجلك وجد المدي وتسبح السماوات أرض والكائنات تسبح السماوات والأرض والكائنات لرب القوات لرب القوات ربنا يسوع المسيح يا من يا من تستحق كل التسبيح مبارك اسمك هالليلويا ما أمجد اسمك هالليلويا ما أبهى قدسك هالليلويا ما أمجد اسمك هالليلويا هالليلويا ما أبهى قدسك يا من ليس مثلك أسبحك أسبحك ما أhal Davis هو عظمك يا من وحدك تكمل الكمال وأرفع عصمك يا من أبرع من البشار جمال وعظمك يا من وحدك تكمل الكمال وأرفع عصمك يا من أبرع من البشار جمال وترنم الطيور وتهتف البحور ترنم الطيور وتهتف البحور لصخر الدور لصخر الدور تنشد لي رب الجلال يا من يا من وحدك تكمل الكمال هاللويا ما أمجد اسمك هاللويا ما أبهى قدسك هاللويا ما أمجد اسمك هاللويا ما أبهى قدسك أقول له له معي هاللويا ما أبهى قدسك يا من ليس مثلك أسبحك 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 لك المجد لك المجد اللي أعطيتنا كل هالامتيازات وزي ما قلت الانتيازات المتاحة للجميع أشكرك أعظم اسمك وأسبحك من الآن وإلى الأبد آمين طيب حضرة الأسيس هل في أهداف خاصة للمؤمن ولا إحنا زينا زي العالم أهداف خاصة وعظيمة وسامية جدا ولحتى نقدم الرب لازم نتبتع فيها الهدف السامي الأول أجمل هدف وأعظم هدف بعد أن نعرف الرب غايتي وهدفي عبادة الله وأن أعبد الله يعني أن أحب الله من كل قلبي وأحب ذلك الذي أظهر حبه ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا وهو الذي أحبنا أولا وفضلا يعني لا نحب ما كان عنا بالرغم من أننا لا نحب كنا نقول نحن الذين عوجنا المستقيم كنا نقول ابعد عنا بمعرفة طرقك لا نسر لا نريدك لكن حبه العظيم جعله على الصليب يفتح يدي ويقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والتقليل أحمال وأنا ورحكم نحن نرفض ونحن أصحاب الخطأ وهو يموت من أجلنا وهو الذي لم يصنع لم يفعل خطيئة ولم يوجد في أمي مكر على الصليب نادانا وقالنا الثمن دفع تعالوا إلي فتكون لكم حياة يعني لما نتأمل أخ ناصر بأنه هذا الإله العظيم نكس رأسه ليرفع رؤوسنا احتمل الخطيئة والعار دميحة عار اللي بيموت على الصليب مشانا ما بنقدر إلا ما نحبه ونعبده لفعلا نكون أمنا وهذا الحب حقيقة مش حب فعل من عندنا لكن ردة فعل محبة لإلنا أحببناه يعني ما نحن ما نفضل لكن هو حب من كل قلبه أنه يعطينا هذه الصفة أنه نكون أولاده نحبه ونؤمن بعمله وأعظم هدف نصل به هو الحياة الأبدية من خلال خلاصة من خلال أنه نكون مع الرب إلى الأبد هناك بعض مثل حضرتك والترانيم اللي بتكتبوها في أخوة مختبرين بتكلموا كلمات رائعة جدا المختبر قال لما شاف محبة المسيح العظيمة قال لو صار حبرا كل يم وورقا كل الفلك وكل نبتة قلم والكل بالوصف اشترك ما كتبوا ما وصفوا محبة الحبيب فاضت طمط فاقت سمت مقدارها عجيب أنا أكون أعمل ردة فعل على هذا الحب اللي مش أقدر أتصوره حقيقة لما يقولوا الناس يعني شو هالمحبة وشو هالأمر رغم أنك أنت أمورك في الأرض ما عندك زيادة ومعن غيرك بالعكس أقل من غيرك لكن محبة الله دخلت قلبي وعرفتني من أنا الخاطئ البعيد قربني بدم صليبه أنا على قلب يقول شغلي عن العبادة الحقيقية أنا لنفسي ولكل أخ يسمع العبادة الحقيقية متأصلة في كلمة الله يعني بدون معرفتي للكلمة ما في عبادة والصلاة الدائمة والشكر والسجود بتكون عبادتي ناقصة بدي أعرف كلمة الله وأصلي الكلمة وأعيش من خلال هذه الكلمة لأستطيع عندما أشهد أشهد بالكلمة مش هذا الكلام من عندي لما يشوف رجال كثيرين كبار في حياة الإيمان بتكلموا وبقوموا شباب صغار بتكلموا لكن الكلمة إن كانت من كبير أو صغير هي كلمة الله مشان هيك نحكي بجرعة ونقول هو صاحب الكلمة قلب العبادة قلب العبادة هو الخضوع لله وبالخضوع نكون نطيع الله وبالخضوع والعبادة نصل إلى قلب الله أنا بس على قلبي كمان مرات أقول أنه في أمور بحياتنا بنقول معلش هاي من نسبة لأنفسنا لا 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 حياتي كإنسان كاملة يجب أن تكون للرب والله لا يريد غير كل شيء إله لأنه أعطانا كل شيء بإنجيل مرقص بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرة ومن كل قدرتك هذه هي الوصية الأولى إذا أنا بدي حب الرب من قلبي وقول له معلش يا رب مشاعري مش معك أو فكري مش معك هذه مش طاعة هذه طاعة جزئية وبكل وضوح الطاعة الجزئية هي عصيان كامل عصيان للرب ولطاعته لكنه الذي قدم نفسه ومات من أجلنا ألا يستحق أن نعبده من كل القلب إشباع قلب الله يسمى عبادة أنني أشبع قلب الله في أنني أكون حسب فكرة الله هذه عبادة والشيء اللي بحب أقوله العبادة ليست جزء من حياتي العبادة هي كل حياتي إذن أول غاية وهدف في حياتي أن أعبد الله وأن أحب الله وعيش على هذه المحبة نكون يا رب كل شيء عنا إليك لأنه أؤمنك على فكرة اللي عنا نحن إذا نستخدمه بذواتنا من دمره في دمار لكن عندما نستخدمه في إرادة الله وفي محبة الله يثمر صدقني وبيعطينا إيمة طبعا في عيني الله أولا وفي عين الناس حتى الذين لا يحترمون يقدرون رغم أنهم لا يحترمون الكلمة لكن علينا أن نكون إيمانا في محبتنا وطاعتنا وعبادتنا للرب من خلال كلمة الرب خلال صلواتنا وأنه نعيش للرب بكل أمان آمين شوف إحنا فيما فهمنا المحدودة يعني لما نحكي على علاقة حب إنسانية يعني ما بقدرش أقولك يا حضرة الأساس أنا بحبك لكن كل إشي بعمله ضد ما أنت بتحب يعني بصير بعد مرة 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 بصير تسمعني وتقول أه سمعتها من قبل بصير مجرد كلام يا رب ما تسمح تكون عبادتنا في هالطريقة نعم قومنا وصلحنا هلا وإحنا لسه فينا النفس يا سيد إنه إنه محبتك يعني تباعيتك وبقولك أحبك ربي يسوع أتبعك ربي دوما نعم يعني كلمات بسيطة في ترنيم أحن رنمها مع بعض لكنه أنت بترنمها من فضلك من فضلك نسأل نفسنا يا ترى هل أنا فعلا بحبه المئياس تباعيتي زي ما سمعنا للكلمة لما أوصانا لما حبت قلنا رد فعلي أنا شو بعمل برد برد المعروف بالحسنة ولا بدير ظهري وبمشي وكأنه أنا لي الحق في كل شي باخده بالعكس يا أخوتي إحنا إحنا ما لناش أي حق في أي شي عنا لكن مبارك من له كل الحق وشاركنا وأعطانا ومع بعض نعلن أحبك أتباعك ربي دوما أحبك ربي يسوع أحبك ربي يسوع أحبك ربي يسوع أحبك ربي يسوع وليس لي سواك أتباعك أتباعك ربي دوما أتباعك بلا رجوع يسدي حسمك القدوس فليس لي سواك أتباعك 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 دوما أتباعك بلا رجوع يسدي حسمك القدوس قدوس وليس لي سواك تعال قولها معي وصلها إعلان محبتك وتبعيتك أحبك ربي يسوع أحبك وحبك ربي يسوع وحبك ربي يسوع فليس لي سواك أتباعك ربي أتباعك دوما أتباعك بلا رجوع يسوع يسقي حسمك القدوس وحبك فليس لي سواك أتباعك ربي دوما أتباعك بلا رجوع يسبح اسمك القدوس لا ليس لي سوى ليس لي ليس لي سوى ليس لي ليس لي سوى هاي اللي بدخليني أسأل حالي إنه هل فعلا أنا ليس لي سوى هل فعلا هو زي ما سمعنا هو الهدف إرضاء الهدف محبته الهدف تأديري اللي عمله إلي يا رب ساعدنا وعلمنا علمنا إنه فعلا نصيب الهدف في علاقتنا معاك وتباعيتنا اللي كلمتك الحية الفعالة العاملة اللي هي مصدر إرشادنا في كل شيء في هالحياة في اسم يسوع أمين بتحب حكي حكينا أول هدف اللي هو محبة الله عبادة الله وهذا مثل الفضلات والترنيم الرائعة أنه فعلا نحن عندما نحب الله على فكرة بس أنا بحب رجع أولى عندما نحب الله نسمع ونعبده بصير عندنا نسمع فقط كلام الله عندما يتعارض كلام الله مع أي شخص أو أي مكان أو أي بلد أو أي ولد أو أي حياة نحن نحن نسمع كلام الله لازم نسمع كلام الله لازم نسمع كلام الرب أولاً وعندما يتعارض لا نسمع أنه لا نصدق إلا كلام الله إذا عبدنا الرب وحبنا من كل لبنان بصير في عندي غاية وهدف تاني وهو أنت قلت كلمة في أنه نرضيه في حياتنا إرضاء الله هدف وغاية لما نعبده ونحبه ونعيش ونحن مش حسب قلبه مش مرضينه هذه ليست عبادة العبادة الحقيقية تعطي أن الله يرضى عن حياتنا وعندما نعيش حياتنا نرضي الرب لأنه مكتوب بدون إيمان لا يمكن إرضاءه أن يكون إيماننا واضح وصريح نحن آمننا بشخص الرب يسوع المسيح مخلص وآمننا بعمله وأخذنا الخلاص لكن هناك إيمان آخر إيمان الثقة إيمان بأن كل شيء في الحياة يحصل لا تخاف الرب تحت سيطرة الرب تحت إرادة الله لا يمكن يستطيع أي إنسان أن يفعل أي شيء والله لم يريده وكل ما يريده الله نحن نريده داود قال الرب راعية فلا يعوز دي شيء ولا أي شيء ولا أي شيء في الحياة ولا أي شيء في التصرفات ولا أي حدا من البشر ولا أي فريق من فرقاء العالم كله أعيش حياتي كلها له المرنبون أنا ملك الفادل لفداني وبوت روحه أحياني صلاتنا الدائمة تكون يا رب نحن نريد أن نرضيك نحن نريد أن تكون إرادتنا حسب إرادتك لتكون إرادتي كما تشاء بين يدك وليكن قلبي لك العرش المريح مبتوب بالكتاب المقدس في التكوين عن أخ نوخ أنه أخ نوخ بالإيمان نقل أخ نوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله أرضى الله فرح الله ورحل عند الرب لما ترضي إن أرضت الرب طرق إنسان جعل أعدائه يسالمونه 0-3-16 فكيف مش الأعداء فكيف شعب الرب وكيف رب هذا الشعب والإله المخلص العظيم عندما نرضي الرب حياتنا تسير بانتصار دائم وحياتنا تسير بفرح دائم والشكر يدوم في حياتنا وبيهرب شي واحد التذمر معاتب نتذمر يصير معنا بيحصل شيء نقول نشكر الرب الرب بيعرف به الشيء والرب رح يشيره مرات كثيرة لما تحصل أمور وصعاب في حياتنا والرب ما بيستجيب ونحن عم نصلي نثق تماما بإيمان واثق أنه مهيئ أمر أفضل لما نصلى بولوس أن ترفع الشوكة وما رفعها لكن هو رفعه فوق الشوكة قاله تكفيك نعمة لأن قوتي في الضعف تكفيك كان مؤمن بهالشيء هو رفعه الشوكة ما راحت لكنه ارتفع فوق الشوكة ما عاد شافة وما عاد صلى ما عاد صلى الصلاة ولا عاد طلب من الرب عندما نعرف الرب معرفة اختبارية وواضحة تصبح غايتنا أنه نرضيه في حياتنا ونعيشه له ونتلذذ بالسير معه ونرضيه وإرضاؤه نحن أنه نعبد الله من كل القلب ليس لفكرة مرات أنه نرضيه لكي نرضي أنفسنا لكن الهدف هو لأنه نقدم بإرضاء الرب المجد والسرور لخالقنا نحن صممنا من أجل سرور الله يعني الإنسان الذي حسب قلب الله يسر ويفرح الله هدفه غاية في حياتي أني أسر وأفرح الله إذا بسأل سؤال بسيط كيف ممكن أنه نقوم بكل شيء لمجد الله عن طريق بكل عن طريق أنه بكل أمر نقوم فيه بكل الأشياء نعملها وكأننا نعملها للرب يسوع المسيح عندما أذهب للعمل أذهب وبكل وضوح في حياتي أنني يجب أن أكون أمينا وأشهد عن يسوع عندما أعمل أي شيء عندما أكون في بيتي عندما أكون في كنيسة أنا أرضي الله في أن نقطيع الله في أن نحب الله يجب أن يكون الشكر والتسبيح أحبائي هذا أمر واضح في حياتنا الله يبركك أخ ناصر وكل الأشخاص اللي عندهم هدف في أنه نحن نعبد الرب نسبح الرب نحيش للرب قبل ما أقول هذه الكلمة بدي أقول مكتوبة كل ما فعلتم فأعملوا من الخلب كما للرب ليس للناس هيك برضي وهو لما يرضى بيخلي الكل يجعل الأعداء يسالمون فمن أجل هذا لازم تكون حياتي كل تسبيح يعني لما في الصبح أكون بشكر وتسبيح أول ما أفتح عيوني وآخر ما أغمض عيوني قبل مناك أكون عم بشكر بسبح ليش؟ لأنه عندي هدف أنا وصلت إلى مكان الأبدية فعندي هدف بدي عيش الأبدية من اليوم بدي أفرح بدي أخبر وبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في ذنبه نلهج به ليل ونهار ليل ونهار ما عنا غير حديث الرب مبارح كنا بالاجتماع مع الصلاة وفي شخص كان عبي أقول فلان لما تقعد معه إذا أعدت معه ساعتين بيأخذ من الساعتين تقريبا ساعتين إلى عشرة دقائق يعني يسوع بيسألك شي عشرة دقائق ما عنده شي بلهج بإسم المسيح ليلة ونهار غايتي وهدفي يا رب صحيح أني حبك وأعبدك وأيضا أن أرضيك في حياتي ويتمجد اسمك أنني أكون حسى القلب يا رب يسوع ساعدنا ساعدنا أمين وما أحلى هالإله اللي بنعبده حضرنا الأسئيس أنه في كتير ناس بيحاولوا يرضوا الله بأعمال أنه أنه الله مش راعد علينا عشان أوصل له لازم أعمله لازم أعمله لازم ويا ويلي إذا نسيت إشي ويا ويذا نسيت ركعة أو نقصت شي معين لكن ما أروع هذا الإله العظيم المحب اللي راضي عنا في المسيح يسوع أعطانا كل إشي بدلا ما نتعب لنوصله هو أجل عنا هو الطريق اللي يوصلنا لعنده وطلب شي واحد قال أعطني قلبك زي ما اتفضلت ليكن قلبي نقي قدامه لأعمل مرضاته أنه أنقي قلبي بس وأتبع وسيته ما أجمل هذا الإله العظيم ما أروعه ما أروعه صلاتي أنه الكل يعرفه البعيد والأريب لو أنت اليوم بتحاول ترضي الله في أعمال وفي تقوس حتى نقول حتى لو أنت مسيحي اسمي أعرف أنه الله راضي عليك في المسيح يسوع لكن ما إلك إلا تعيش هذا الرضا بصدق بأنك تقدم قلبك قدامه وزي ما تفضل حضرة الأسيس وتعيش حياة تسبيح مش لأنه مطلوب منك لأنك تلقائيا ما إلك إلا يسوع في فمك ما صنع عن شانك ما حبته إلك الممنونية اللي عملت معي أنا بدي أعيش أشهد عنها فقوله يا رب كل حياتي غايتها رضاك أسمع صوتك وامشي وراك وصحى وصهر واستناك إهديني لطريق يرضيك يا مليك أسكن قلبي واملك إياني اشتركوا في القناة أسكن قلبي واملك إياني صد على فكري والأماني حبك خلاني مسبي فيك مسبي فيك مسبي فيك وروحي توبها في كلماتك وأعش لك دستوري حياتك وخاضع أسلم كل ليك كل ليك كل ليك وكل حياتي غايتها رضاك أسمع صوتك وامشي وراك كل حياتي غايتها رضاك أسمع صوتك وامشي وراك واصحى واصهر واستناك اصحى واصهر واستناك اهديني لطريق يرضيك يا مليك اهديني لطريق يرضيك يا مليك اهديني لطريق اهديني لطريق اهديني لطropolitan خلي عيوني تشوف بنورك ودايما يملها حضورك احفظ هتكون ثبت عليك ثبت عليك ثبت عليك بقدم لك تسبح وأغاني وفي كل كلماتي وألحاني نفسي بتهتف مجداً ليك مجداً ليك مجداً ليك وكل حياتي غايتها رضاك اسمع صوتك امشي وراك واصح وأصحر وأستناك أصح أصحر وأستناك إهديني لطريق يرضيك يا ماليك أمين أمين بتحب نبدأ بالهدف الثالث أخ ناصر يمكن عم طول شوي أخ ناصر نفسي مستمتع ومتعلل ربنا يباركك بس إذا أنه إحنا بدأنا بمحبة الهدف محبة الله وعبادته وإرضاؤه في عنا هدف ثالث أن نعيش على مثال المسيح نعيش على مثال المسيح بولص الرسول برسالة رونية بيقول لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكي ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين يعني خلقنا لنصبح على شبه المسيح نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح يعني هدف المطلق لإلهنا ليس أن يريحنا ليس الراحة لكن أن يطور شخصياتنا لنصبح على شبه المسيح هذا يعني أمر كثير جدا مهم يسوع هو صورة الله غير المنظور ورسم جوهره ولما نخلع الإنسان نحن القديم ونلبس الجديد للمخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق نحن أحبائي في فكرة بيقولوا منصير آلهة كالله لم نصبح مثل الله أبدا هذه كذبة كذبها الشيطان على حواء قال تكونان قال الشيطان على حواء تكونان كالله الله لا يريدنا آلية لكن يريدنا أن نصبح أبقياء نتبنى قيمه واتجاهاته وصفاته الله لا يتوقع منا أن نكون كاملين لكنه يصر على الأمانة الكاملة ما في كمال لكن في أمانة نستطيع أن نكون أمناء بالكامل وكلما نقترب من الله أكثر يزداد اهتمامنا بما يهمه يهم الله الحياة التي أعدها الله الحياة التي تتجدد من الداخل ويظهر طابحة في سلوكنا بينما يظهر الله شخصيته من خلالنا يعني لما نكون على شبه المسيح تتغير كل الأمور تغير كل الكلام تغير الحياة عندما يكون لنا فكر المسيح تصبح عنا مشاعر المسيح وبعدها يكون سلوكنا سلوك المسيح هذا الشبه أنه نعمل كما يريد الله وكما يعمل الله إرادة يسوع تكون في حياة كل واحد فينا أنا بحب الفقرة بس أختمها بقصة بسيطة في مرسى الإجاب لعال لأفريقيا مجال أفريقيا بأول القرن العشرين يعني 1910-15 ما كان يعرف لغتهم لكنه عاش فيما بينهم وفيما بعد ماتوا دفن ولما انفتحت الطرق أكثر دخلوا مرسلين آخرين وعرفوا اللغة ودخلوا معهم وكانوا عم يبشرهم بالمسيح الإله العظيم المخلص قالوا له هذا الشخص نحن نعرفه قالوا كيف تعرفه قالوا أبرو عنه أخذوه على الأبر قالوا نجو طلع هذا المرسل بدون لغة كان يحيى على شبه المسيح كان يوصل رسالة المسيح من خلال حياته والرب يسوع المسيح مكتوب عنه كان يعمل ويعلم عندما نعيش على شبه المسيح يرى الآخرين فينا صورة المسيح لشان يعود المجد كل المجد لرب المجد يسوع المسيح غايتي وهدفي أيضا أن أكون على مثال المسيح شبه المسيح أشبه المسيح بتصرفاتي وبمحبتي وبوداعتي وأن يكون كل شيء حسبنا طبعا هذا هو كل المجد كبير يش موجود عندنا كلماتها لكنه حقول بس بيت منها وإنت بتقول يعني في كراني مباركة فعلا تلمس القلب اللي بتقول ربي جعلني أشبه بنك نعم يسوع ربي جعلني أشبه بنك يسوع واجعل إله حبه بين الظنوع املاني من فيض السلام وارويني حتى أكون في سلوكك يسوع ربي جعلني ربي جعلني ربي جعلني ربي جعلني أشبه بنك يسوع كمان ربي جعلني ربي جعلني أشبه بنك يسوع واجعل إله حبه بين الظنوع املاني من فيض السلام وارويني حتى أكون في سلوكك يسوع ربي جعلني ربي جعلني ربي جعلني ربي جعلني أشبه بنك يسوع ربي جعلني أشبه بنك يسوع اهل معالشي خلينا كمان تفضل الغاية والهدف الرائع أيضا بعد أن نعبد الله ونحبه ونرضيه ونكون على شبه المسيح شوف ما أعظم هذه الأهداف لكن لن نستطيع عمل أي شيء بدون المسيح هو بإيده كل شيء هو اللي حط بالقلب هو اللي زرع اللي أحبنا وزرع بقلبنا محبة حتى نحبه ونتبادل مع بعضنا المحبة وبهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض غاية هدف أن أشهد عن الرب وأخدم عندما عرفت الرب باختبار أي شخص يعرف الرب باختبار عليه أن يشهد للآخرين عن الرب الرب يسوع المسيح قال له لبطرس بكلام واضح قال له يا سمعان بن يونى أتحبني قال له نعم يا رب قال له أرعى غنمي مرة تانية قال له يا سمعان بن يونى أتحبني قال له نعم يا رب قال له أرعى غنمي والمرة التالتة قال له أتحبني قال له أنت تعلم يا رب أني أحبك قال له ارعى غنمي الشهادة والخدمة اللي حسب قلب الرب لن تأتي إلا بعد أن تعبد الرب من كل القلب تحب الرب من كل القلب ترضي الرب في حياتك وتعيش على شبه المسيح لا توجد خدمة مثمرة قبل محبتك للرب وطاعتك وارضاءك أنت حابب تخدم معلش يخلينه المحترامي وتقديري أنا ما بقول في خدمة كبيرة وخدمة صغيرة لكن الخدمات اللي تثمر أكثر لأن الأشخاص بكونوا مكرسين أكثر حسب قلب الرب أكثر عندما نعيش من أجل مجد الرب ونخدبه من كل القلب هو أعظم إنجاز يمكن أن نحققه في حياتنا عندها الروح القدس يدعم خدمتنا ولأنه الهدف من الخدمة بالشهادة هو أن يعرف الآخرين الرب ويختفي كل إنسان نشهد بكل الأوقات بوقت مناسب وغير مناسب وأقصد الغير مناسب يعني مش أنا أقول لا لا مش مناسب لأنه كل ما يضعني الرب في مكان أن أشهد وبأن نثق به وخلينا نعرف ونعلم علم اليقين لا يمكن لا يمكن أن تقودنا إرادة الله حيثما لا تستطيع نعمة الله أن تحفظه لما تقودك إرادة الرب إلى هذا المكان ثق أن الله قادر بنعمته أن يحفظه لكن نتأكد أنه تكون هذه إرادة الله بخدمتنا نختفي لكي يظهر يسوع هدفنا يسوع يزداد في حياتنا أرجو بإسم المسيح نعرف في هذه الإيام الخدمة التي يريدها الله التي تظهر الله وعمل الله ومحبة الله وإيمان الآخرين في الله ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص ما عندي شي لعلي لأنه إذا بيقدم نفسي أنا بقدم الأمور فعلا التي يمكن تبعدني عن الخدمة وعن الشهادة في خطأ كبير أخ ناصر خطأ كبير في بعض البعض من المسيحيين يمكن فيها الإمام عم يبحث عنه هو اختبار معين أو كلام الآخرين عني وعن خدمتي بدلا من البحث عن الله وقصده وعلاقتي معه وحبي إله ومعيشتي إله لا تسأل عن نفسك في الخدمة لكن اسأل عن مجد الله خير حبيب أنا بحب أقول شغله يعني برنامجك هدفه أن تصل للكلمة ومن خلال التسبيح ومن خلال كلمة الله والمواضيع إلى الآخرين هدف هذه القناة الله يبارككم قناة الحياة كل البرامج في داعي عود عيد كلها عنده هدف واحد أن يصل تصل كلمة الرب إلى الآخرين هدف سامي هدف عظيم علما بأنه توجد صعوبات توجد اضطهادات توجد أتعاب لكن الله هو الإله العظيم هو الذي عندما يفتح الباب لا يستطيع أحد أن يغلطه لكن يجب أن نكون حسب فكره غايتنا وهدفنا أن نأحمده من كل قلوبنا وغايتنا وهدفنا أنه نرضيه وغايتنا وهدفنا أنه نشبه ربنا يسوع المسيح وغايتنا وهدفنا أنه عندما أيضا نشهد ونخدم ذلك الإله الذي يستحق كل شيء في حياتنا أمين له كل المجد أشهد عنك يا إلهي وإسمك يتعلم غايته هدفي كل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي وإسمك يتعلم غايته هدفي كل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي وإسمك يتعلم أشهد عنك يا إلهي أنا ماشي عم بقول مجامل سدعوني مش مجاملة لكن الله يعمل في كثير من برامجكم لمجد إسم العظيم مبارك اسمه القدوس شكراً حضرة الأساسية شكراً إليك أعزائي شكراً لوجودكم معنا شكراً لمتابعتكم شكراً على الكومنت شكراً على التعليقات وشكراً على الصلوات لما نتحد ونصلي مع بعض صلاتي إنه اليوم تحدد غايتك وهدفك يكون الله والعيشة لما يرضي هذا الإله العظيم القدوس اللي أحبنا وتنازل وتواضع وعطانا كل شيء في المسيح يسوع بركنا في كل بركة روحية بصلي يكون دائماً مبارك حياتكم ودائماً قائد حياتكم عشان تصيبوا الهدف الصح وعشان يملككم دائماً ويكون فيكم سلامه سلام المسيح